بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك في مقرر تنظيم حاسبات اثنين نحن ما زلنا في الباب الأول Central Processing Unit وننتقل فيه إلى الدرس السابع Chapter 1 Lecture 7 Stack Organization أو تنظيم الاستاك أو تنظيم الركام في هذا الدرس سنعرف ماذا نقصد بستاك أورجنزيشن وما هي المصطلحات المستخدمة في هذا النوع من أنواع التنظيم أو استاك أورجنزيشن تيرمس نبدأ بتعريف الاستاك أورجنزيشن استاك أورجنزيشن كما قلنا يسمى تنظيم الركام كلمة استاك هي نظام وطع الأشياء على بعضها أو الرص استاك والرص رص الأشياء على بعضها نحن نعرف أننا إذا قمنا برص مثلا بعض الكراتين على بعض فوق بعضها البعض فنعمل المجموعة تصبح ركام ركام من الكراتين هذا النوع وصف به هذا التنظيم للحاسبات لأنه يستخدم طريقة قريبة من طريقة الرص هذه ولاحظ أنك إذا وضعت مجموعة من الأشياء فوق بعضها هكذا لا تستطيع أن تأخذ ما هو تحت إلا إذا أخذت ما هو أعلى أولا لذلك تنظيم الاستاك أيضا يسمى last in, fairest out, list ويختصر بالليفو اختصار last in, fairest out أو ليفو, list لماذا؟ لأن ما تضعه في الآخر هذا هو الذي تأخذه أولا إذا وضعت آخر شيء وضعته هو أول شيء تأخذه إذن تنظيم الركام stack organization أيضا يعرف بlast in, fairest out, list هذا النوع من أنواع التنظيم مفيد عندما نتعامل مع عمليات حسابية مركبة stack organization is useful for compound arithmetic operations وهذا سنراه في درس لاحق كيف يعمل نظام الاستاك في الحاسبات؟ stack can be organized as a collection of a finite number of registers تخصص عدد من السجلات المحددة لتكون هي سجلات الاستاك ويتعامل معها الحاسب بنظام الركامة والرص stack organization terms لنفهم تنظيم الاستاك يجب أن نعرف ما هي المصطلحات المستخدمة في هذا النوع في الاستاك organization نجد ما يسمى بالاستاك بوينتر يختصر بالSB ما هو الاستاك بوينتر؟ هو سجل هذا السجل دائما يكون موجود به عنوان أعلى شيء موجود في الاستاك register that holds the address of the top item top item هو آخر شيء وضعناه في الركام عنوان هذا الشيء الأخير دائما نجده في الاستاك بوينتر طيب ما هو البوش؟ البوش هو عملية إدخال الوحدات إلى داخل الاستاك بوش is a operation to insert an item into the stack أو الكتابة يعني بمعنى تخزين الأشياء في السجلات أو الكتابة وعكسها عملية البوب البوب هي عملية أخذ الأشياء من الاستاك operation to retrieve an item from the stack أو عملية قراءة استدعاء ما هو مخزون في الاستاك هناك سجلات أخرى غير الاستاك بوينتر مثل سجل يسمى الفل the full register هذا register به one bit هذه الone bit تكون one في حالة أن الاستاك تم تخزين جميع المناطق المتاحة فيه إذا كان ليس هناك مكان للتخزين في الاستاك هذا الفل register يصبح يحتوي على الرقم واحد كذلك هناك ال empty register أو سجل الفراغ سجل الامتلاء وسجل الفراغ سجل الفراغ is set one when the stack is empty عكس سجل الامتلاء هذا السجل يصبح يحتوي على ال bit one إذا كانت جميع الأماكن الموجودة في الاستاك متاحة للتخزين ليس فيها شيء مخزن ال data register وهو أحد سجلات الحاسب دائما توضع فيه المعلومات أو البيانات التي يراد كتابتها داخل الاستاك أو التي تقرأ من الاستاك The data register holds the data to be written بعملية بوش أو to be read بعملية بوب من داخل الاستاك ننظر الآن إلى أحد أمثلة الاستاك في هذا المثال نفترض أنه هناك حاسب له استاك فيه 64 موضع للتخزين نسميه 64 ويرد استاك 64 ويرد استاك معنات فيه 64 سجل للتخزين هذه السجلات من صفر حتى 63 تساوي 64 ويرد أو مكان للتخزين هذه هي ال data register التي إما أن نخزن فيها ما نقرأه من الاستاك أو نخزن فيها ما نريد أن نأخذه ونكتبه داخل الاستاك هذه هي ال full register هذه هي ال empty register وهذه هي الاستاك pointer sb هي الاستاك pointer وهي التي كما قلنا دائما تؤشر إلى أعلى مكان في الاستاك طيب الاستاك بويند يعطينا عنوين دائما يعطي عنوان أعلى مكان في الاستاك إذا كان في هذا المثال عندنا 64 ويرد استاك معناة عندنا 64 عنوان مختلفة أو أدرس مختلفة السؤال how many bits are there in the stack pointer register and why في هذا المثال كم عدد ال bits داخل هذه الاستاك how many bits إذا كنا نحتاج أن نشير إلى 64 عنوان مختلف فإننا بالتأكيد نحتاج إلى 6 bits 6 bits لماذا؟ لأنه 2 to the power of 6 64 64 ماذا نقصد بذلك؟ نقصد أن الأربعة 6 bits عندما تكون كلها أصفار تشير إلى هذا العنوان هو الأدرس وعندما تكون 00001 تشير إلى العنوان الذي يليه وهكذا حتى تكمل أنت إلى 64 عنوان تحتاج آخر خانة تكون كلها واحدات وهذه ستشير إلى آخر عنوان إذا نحتاج combination من ال bits عددها 64 إذا نحتاج إلى 6 bits مختلفة دائما 2 مرفوع للقوة number of bits تعطي التوتال number of addresses المتاحة في الاستاك كما في هذا المثال هذا المثال وضحنا فيه عدد 64 سجل مستخدمة في نظام استاك فيه 64 ويلد هذه الفل ريجستر تكون محتواها بالصف حتى متى؟ حتى تمتلئ جميع هذه الخانات إذا امتلت حتى هنا تصبح هذه تساوي واحد نعرف أن ليس هناك خانة فارغة بالاستاك للتخزين وتبدأ عمليات أخذ البيانات من الاستاك عمليات البوب حتى نصل إلى إخلاء الاستاك بالكامل أثناء عملية التخزين الامتي تساوي صفر أيضا الامتي متى؟ تساوي وان إذا أخذنا كل الموجود هنا حتى وصلنا إلى هنا في هذه الحالة هذه تساوي وان هذه الفل ريجستر تساوي وان عندما تمتلئ جميع الخانات الامتي ريجستر تساوي وان عندما تفرق جميع الخانات وكل ما أدخلنا شيء إلى داخل الاستاك يتغير محتوى الاستاك بوينتر ليشير إلى عنوان أعلى آيتم مخزن إذن الاستاك بوينتر يسهب تصاودياً في حالة عمليات البوش الاستاك بوينتر دائماً يسهب تصاودي ليشير إلى الأعلى كل ما يتم بوش وهو عملية دخال البيانات يسهب الاستاك بوينتر إلى الأنوان الأعلى والاستاك بوينتر في حالة البوب ينقص حتى يصل إلى الخانة الأخيرة في الاستاك بوينتر وإلى الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر